صحيح مرحبا الان نتبه لنبدأ في الفيديو بعض الأطفال لم تتبه ويوجد في الفيديو لنبدأ في يوم 7 و 8 فيه جزء فيه الصوت مش واضح من اول الشريحة دي لنبدأ عيده جديد نتبه لدينا نتبه لدينا ويقول براية بي تتكلم عن فصول السنة في بلاد المختلفة بعد مرحبا سوف نسأل هذا كم فصول السنة موجودين في مصر سنجاب على السؤال كم فاصل من فصول السنة موجودين في مصر نتبدأ بالراية الأرض يتحرك الوصول بيقولنا ان الارض بتدور حول الشمس This makes changes in the light and temperature وده بيسبب التغير في الضوء والحرارة It makes the different seasons وده السبب اللي بيخلي ان احنا عندنا تصول السنة المختلفة يعني ايه الكلام ده بالعربي الارض بتدور حول الشمس في الجزء اللي بيكون قريب من الارض اكيد طبعا الشمس هتخليه منور والحرارة بتاعته عالية والجزء التاني هيكون ضلمة والحرارة بتاعته مقفضة لما هتيجي الارض تدور دورة كمان الجزء اللي كان بارد هيبقى حار واللي كان عطمة هيبقى منور والعكس هيحصل ان النور هيبقى ضلمة والحرارة هتبقى برودة وده اللي بيخلي فيه changes in seasons وده السبب اللي بيخلي عندنا التغير في الثوء السنة براجراف نمبر 2 بيقول لنا في بلاد كتير مثل امريكا و ايجيبت مثل امريكا و مصر هناك أربع فصول من فصول السنة المختلفة سبرينج و السمر و فال و ويندر الربيع و الصيف و الخريف و الشتاء في بعض البلاد الاخرى فيه مثلا ما زي دولة اوغندا و دي موجودة في افريقيا there is one season بيكون عندها فصل واحد بس من فصول السنة دي اوغندا is near to the equator مثال من كده ان اوغندا دي قريبة من خط الاستواء and it has the same weather all year و بيعندها نفس التقص طول السنة in spring في فصل الربيع بيقول لنا ايه بيشرح كل فصل مصر السنة ايه لا يحصل بدأ عندنا في براكروف 3 in spring في فصل الربيع and we see flowers بتبدأ النباتات والبرود تكبر و كمان بنبدأ والاشجار و كمان بنبدأ نشوف الورد in summer في فصل الصيف it's very hot and we can go to the beach فصل الصيف الجول يكون حر جدا و كمان بنروح الشاطئ with our family مع العائلة بتاعتنا in fall في فصل الخريب the leaves on the trees changes to orange and they fall on the ground لون الاشجار وراك الاشجار بتغير من لون البرتقالي و بيبدأ يسقط على الارض in winter في الشتاء it can be very cold بتكون الحرورة بردة جدا and some countries في بعض البلاد it is nowest in winter بيكون البرد بردة جدا بردة جدا now we finish our reading خلصنا reading how many seasons are in Egypt بعد ما خلصنا كم فصل بغدنا فمصر excellent in Egypt we have 4 seasons 4 سنة winter summer fall spring let's read and match what is your favorite month what is your favorite month what's your favorite month what's your favorite month what's your favorite month يبقى انا كانت اعلمتي زي سألحد هو شهرك المفضل بقوله what's your favorite month الولاد جاب في الصورة ما بيحب شهر ما فهيجاب بيقول my favorite month is me my favorite month is me again what's your favorite month the boy will answer my favorite month is we will learn something else هنتعلم حاجة تانية saying your favorite month and why كده تعلمتي زي اسأل عن شهر المفضل هقول what's your favorite month واقول في الاجابة my favorite month is واقول الشهر اللي بحبه طيب لو انا بقى عايز اسأل عايز اقول لحد انا بحب شهر كذا والسبب ايه فبقول ايه اول حاجة هقول i like or i love انا احب خدناها معناها like or love بعد كده اقول اسم الشهر اللي انا بحبه because بيقول بتدله على السبب ايه السبب ان انا بحبه بقول كلمة because وراح ايلى بعدها السبب like this example البنت دي بتحب جنيوري فهتقول i like جنيوري انا بحب يناير because it's cold لاني جوه في بارد again i like جنيوري because it's cold this boy i like may انا بحب شهر may because it's so شم النسيم is in may لان شهر شم النسيم بيكون في شهر may i like january because it's cold i like may because شم النسيم is in may عرفنا ازاي نسأل عن شهر مفضل وازاي عرفنا نقول انا بحب الشهر ده والسبب ايه انتعلم بيقول لنا number 3 when متى عايز سأل حد ان تعيد مولادك انت فبقول له when when معناها ايه when is adam's birthday انا عايز اسأل هو عيد مولاد ادم امتى فبقول ايه when is adam's birthday لقيت في النتيجة عندي ان هو فبراوري فهيقول adam's birthday is on february second نسأ ايه كلمة second وقال الاثنين اللي عليها الاني دي دي ليه بيقول ان احنا عندين حاجة في الانجليش اسمها الاعداد الترتيبية عايز اقول بدل ما بقول واحد واثنين وثلاثة واربعة بقول الاول والثاني والثالث ورابع بيقول ان انا عايز اقول الاول بقول ذا first عايز اقول الثاني بقول ذا second الثالث ذا third اول الرابع لحد التاسع بقول fourth fifth six seven ثو هكذا بحطنا اجين خليني في درسنا بنتكلم عن مثل استفاهم بتقول لك عن الوقت امتى امتى العايد الميلاد ثو هكذا بقول when is adam's birthday لو انا قدني واحد اسمها اية فاقول ايه when is ayas birthday اجين ميلاد اية امتى فاقول ayas birthday day لو نعندي في الصورة november day february هقول ayas birthday is on february second وخلي بنا من on عشان فيه يوم عايز اقول يوم اثنين لكن لو اقول الشهر نفسه فابقول معها ان ماشي adam's birthday is on february let's do the choose with ourselves number one بيقول لنا let's continue lesson five lesson five is talking about the water cycle الدرس الخامس في الوحدة unit eight unit eight في الوحدة التامنة بيتكلم على water cycle ايه مثل كلمة water cycle دي معناها دورة حياة المية ازاي المية بتتبخر اي ازاي المية تتكون قبل ما هبدأ اشرح الكلمات بتاعتنا هقول لكم مرخص سريع تفهم بيه احنا عندي لها المية موجودة في البحر صح اول ما الشمس بتبدأ تنزل على المية اللي موجودة في البحر ده بيبدأ يحصل سخونة المية بتسخن فبيبدأ ان المية اللي بتسخن بتتبخر كأن جبت شوية مية وحطتهم في حاجة وسخنتهم على النار ايه اللي بيحصل بتبدأ المية دي تسخن ويتبخر ويطلع منها بخار فدي عملية اسمها عملية اللي هو التبخير فكيا المية بتتبخر طيب بعد المية دي ما بتتبخر بتطلع فوق في السماء فبيحصل لها تجمع على شكل استحاب كأننا غلينا المية وحطينا فوق الحاجة اللي بنغلي فيها مثلا طبق فالطبق ده هيبدأ يتجمع في المية تاني طيب لما المية بتتجمع بنعليه اللي هو هتكسف ماشي بتبدأ المية تنزل من السماء لما السحاب بيكتر كتير مع بعضي بيبدأ يخبط في بعضي بعشان هو كتر فبيبدأ بقى ينزل المية فعملية نزول المية دي ده بيقول عليه اللي هو نزول المطر او بطول المطر اللي هو كأن المية تبخرت من الحاجة اللي بغلي فيها المية اتكونت في الطبق فوق فبرا عليه يبدأ ينزل المية تاني في مكانها تاني فلما تيجي تنزل عليها ايه طيب المية تنزل من السماء على هيئة مطر بتبدأ تنزل في الأرض فتبدأ تنزل جوه الأرض بتبدأ تنزل في البحر بتبدأ تنزل في النهر فتجمع المية في مكان واحد بيقول عليه أكيوميليشن يبقى كده احنا عندنا في دورة حياة المية أربع حاجات اول حاجة ان المية بتتبخر بسبب السخونة سبب انت بتسخن مية على النار أو ان البحر ده بيتبخر بسبب ان الشمس بتسخن المية اللي فيه ثاني حاجة بيحصل اللي هو تكسف المية في السماء أو على الطبق اللي احنا حطوناه بعد كده بيحصل اللي هو نزول المية اخر حاجة بيحصل اللي هو تجمع على مية مرة تانية. يلا نتعلم الكلمات الجديدة دي مع بعض. نمبر ون بيقولنا ايه? لو بصينا على البخار طلع بتكسفه على الطبق فوق تقولنا عليه ايه? خلي بنا في الاخر دي مع الاربع كلمات كلهم بننطبع مقطع اسمه شن. كوندنسيشن. اوكي? كوندنسيشن دي اللي يتجمع على المية فوق. ماشي? نمبر تو بيقول لنا اكيوميليشن. شايفين المية في البحر اتسخنت بالشمس وتلعت فوق كونة السحاب وبدأت تنزل وتتكون تانية في البحر. بنعليه اكيوميليشن اللي هو تجمع المية اكيوميليشن اي بابل C U M U L A T I O N. اكيوميليشن كوندنسيشن. شايفيني المية عمالة تتجمع فوق وتنزل. تتجمع فوق في الطبق وتنزل. المية اللي بتنزل بابنا عليها ايه? Precipation of rain. اللي هي سقوط المطار. Precipation of rain. Precipation P-R-A-C-I-P-I-T-A-T-I-O-N. Precipation of rain. اخر حاجة بدورة حيات المية اللي هو بنبدأ بها اصلا. اللي هو ايه? اللي هو التبخر. تشايفين ماء يبده بخر؟ تطلع البخر. اهو تطلع البخر. ارابا تشايفين عندينا هنا تشعيفين في رياح و في رياح عملت الزيشور فريح معناها ايه? ويند 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 بيكتش نمبر 2 فيها الكوكب بشكل الكوكب نحن عايشين على كوكب الأرض الكوكب معنى بلانت 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 ويند بلانت 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 مرحل بلانت بلانت ويند بلانت بات 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 path this girl is water the plant هي بتسقي النبات يسقي معناها water مثل وتر اخدنا معناها ميا ايوه وتر بتاقي كلمة ممعنين لو قدت اسمي معناها الميا نفسها تب لو قدت فعل معنى يسقي يسقي النبات يسقي الكلب اي حاجة يسقي معناها اي water shower or path water ده شكل bowl والوعاء اللي احنا نحط فيه اي حاجة نحط فيه soap شربة اي حاجة هم نعلي اي bowl bowl b-o-w-l b-o-w-l ده شكل اي الفوسط اللي وصفة bowl او الحنفية faucet f-a-u-c-e-t bowl faucet this is the girl is brush her teeth بتا فرش اسنانه يعني يفرش بالاسنان يعني ايه brush 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 p-r-u-s-h brush كده احنا مسكين حنفية و بنعمل فيها turn off بيقفل الحنفية turn off turn off turn off معناها يطفئ او يغلق سوى مع الحنفية مع النور مع اي حي عايز اقول يدخل او يغلق معناها ايه turn off t-u-r-n-o-w-f turn off again brush turn off brush turn off brush turn off المية اللي في حنفية نزل منها ايه كترة ماء كترة ماء بقولها عليها drip اللي بتفتر مية drip drip d-r-o-i-b drip d-r-o-i-p shampoo 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 s-h-a-m-b-double-o shampoo drip shampoo بصورة ايه كافي كافي c-o-w-f-double-i-coffee c-o-w-f-double-i-coffee we have rain شايفين المطرة بتضحك عملة تنزل هاي rain r-a-i-n coffee now we finish the words let's revise the water cycle يلا هنبدأ water cycle من البداية اول حاجة المية الموجودة عندنا في البحر اهي بعدين بدأ يحصل ان الشمس جات سخنة المية فطلعت المية فوق فبنا عليها evaporation لما المية بتتبخر evaporation دولة تبخر لما ما بتتبخر وتطلع فوق في السماء فبتكون السحاب زي ما احنا شايفين في السماء فوق فلما السحاب تكونت قلنا عليه condensation لوقت تكسف الماء condensation لما السحاب ده كتر قوي وغمق زي ما في الاخر كده بدأ يخبط فبعدين يخبط هينزل لنا ايه المطر نزول المطر بنو عليه precipitation لما المطر ده بينزل بينزل بقى بيروح الارض بيروح البحر بيروح النهر في river of sea on earth بنقول عليه accumulation اللي هو ايه التجمع ماشي هنعمل توضيح اكتر اول حاجة بقولينا ان الكلمة accumulation الوقت اجمع المطر ده معنى ايه بقولينا الاكيوميليشن معناه المية بتبدأ ترجع تاني في في الارض في النهر في البحر المية تبدأ تنزل تاني وتروح الارض او النهر او البحر ده معنى الاكيوميليشن اللي هو التجمع number two evaporation يعني evaporation يعني التبخر التبخر ده معنى ايه بيقولينا ان ال evaporation معناه ان water vapor بخار يومية اللي بيطلع بقى من المية goes into the sky بيبدأ عاو يطلع فوق يروح السماء يبقى ال evaporation معناه ان ال water vapor بخار الماء جوز تبخر مزر number three condensation يعنى ايه مثل condensation؟ يعني التكثف طيب المية يبتتكثف ازاي بقولينا ان water vapor comes to the weather بيبدأ بخار الماء بعدها بيتجمع مع بعضي to make clouds عشان يعملان استحاب اخر حاجة عندنا precipitation اللي هو النزول المطر ده معناه ايه؟ بقولينا izah water falls on the sea and the earth تبدأ المياه تنزل بقى بتروح في الارض او بتروح في البحر عرفنا دورة حياة الماء وفهمناها كويس عندنا نوت ملحوظة بتقول لنا ايه احنا هناخد حاجة اسمها الامبراتف يعني ايه مثل كلمة امبراتف يعني الامر الجملة الامرية يعني ايه الجملة الامرية اعيز اقول لحد اعمل كذا وما تعملش كذا اخدناها انقربك في العربي الجملة الامرية بتبدأ بفعل في الامر وجملة الناهي بتبدأ بفعل بقول له لا وبعد كما بجيبه بفعل في المصدر او اقول له لا وبجيبه فعل الامر ولا هتفعل او افعل ماشي فاول حاجة عندنا الامبراتف في الامر لما جاء امر حد واقول له افعل الحاجة دي بيبدأ بفعل في المصدر الجملة الامرية بتبدأ بفعل في المصدر انا عايز اقول له البنت دي اسئل نباتف هولها ايه water your plantes هولها ايه water your plantes خلي بالك كلمة water هنا اسقي جت في المصدر يبقى اول لحد افعل هقول له ايه هبدأ الجملة بفعل في المصدر طيب نستيل عايز اقول لحد افتح الشباك هقول له open the window هبدأ الجملة بتاعتي بفعل مصدر ده كده الامر طيب الناهي عايز اقول له ما تعملش الحاجة دي بدل ما كنت هبدأ بفعل في المصدر هبدأ بدونت الاول واجيب بعدها المصدر يبقى بدونت اللي بتصرف العربي ايه لا وبجيب بعدها مصدر هنا الولد ده بياخد شاور بياخد دوش فانا عايز اقول له ما تاخدش دوش كتير لان ده هيستهلك مية هيضيع مية كتير فانا هقول له ايه دونت تاك لانج باس لا تاخد شاور طويل بعدها الفعل تاك لو ياخد في المصدر ما دوفنا نروش اس والا حط نرو ايه دي ولا اي حاجة ونرو ايه دونت تاك لانج باس في الجملة الأمرية الأمر لو أقول حد أن يفعل كسب أبدأ بفعل في المصدر إذا أقوله لا تفعل فأقوله don't وبعدها لنفعل هذا لنفعل نمبر 1 الآن الأسواب الأسواب أول حاجة بيقولنا لو أحنا عندنا ثلاث حروف من الأسواب S P R بيقولنا ثلاث حروف ثلاث حروف من الأسواب ثلاث حروف بيكتش نمبر 1 خدناها أكثر من مرة فيها سبرانج اللي هو فصل الربيع سبرانج 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 دفع سبرانج 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 ثلاث نجل تمuh ثلاث حوиной كلمة الشارع الشارع ستفتر ستريد السورة ستراه 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 let's do the shoes for the